موسيقى السادسة صباحا الرابع بتوقيت جرانات شموغاز اخباري جديد يأتيكم من القاهرة اهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام كشف الرئيس التونسي عن وجود ما وصفه بمحاولة يائسة الاغتيالة من قبل جهة لم يسمي مضيفا على انه على دراية بتلك المخططات وانه لا يخشى الا الله وخلال حضوره مراسم التوقيع على اتفاقية توزيع مساعدات اجتماعية لصالح العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل التي تضررت من جائحة كورونا قال الرئيس التونسي ان بلاده تعيش اياما تاريخية في ظل ظروف استثنائية تتعلق بالوضع المالي والاقتصادي مؤكدا على ضرورة التصدي للأسباب التي ادت الى تأزم الوضع الى لبنان حيث دعى رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الاسراع بتشكيل الحكومة الجديدة وعقب انتهاء جلسة البرلمان التي عقدت في قصر الونسكو بالعاصمة بيروت والمخصصة لتلاوة رسالة الرئيس اللبناني بشيل عون حول رفض رفع الدعم عن الوقود اشار بري لان الحل في لبنان هو اصدار البطاقة التمويلية وتحرير السوق دعت المندوبة الامريكية لدى الامم المتحدة يندى توماس جرينفل الحكومة الاثيوبية ترى توقف فورا عن اعاقة وصول المساعدات الانسانية الى اقليم تيجري واوضحت في تغريدة عبر توتر ان مئات الالاف من الاشخاص في الاقليم يواجهون خطر المجاعة مطالبة جميع اطراف الصراع بوقف اطلاق النار والدخول في مفاوضات دون شروط مسبقة من اجل تخفيف المعاناة هذا وقلت المفاوضية الاسامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة ان معظم الافغان غير قادرين على مغادرة بلادهم وقددت المتحدثة باسم المفاوضية دعوة الى البلدان المجاورة لابقاء الحدود مفتوحة امام طالب اللجوء في ضوء ما وصفتها بانها ازمة متصاعدة دعت المستشارة الالمانية انجل امريكا الى مواصلة الحوار مع روسيا جاءت تصريحات مريكا خلال لقاء مع الرئيس الروسي فلاريمير بوتين في زيارة ودعية لموسكو قبل تخليها عن منصبها في الخريفة من جهتها اكد بوتين ان المانيا ستظل احد الشركاء الرئيسيين للروسيا في اوروبا والعالم باسرة اعلنت وزارة الصحة تسجيل 164 حالة ايجابية جديدة بفارس كورونا و7 حالة وفاة واشارت الوزارة في بيانها اليومي لخروج 107 متعفين من الفارس من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع ايج مليون المتعفين من الفارس الى اكثر من 235 الف حالة اعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل اكثر من 33 الف اصابة بفارس كورونا و870 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية وصل بذلك العدد الاجمالي للاصابات بالفارس في البلاد الى اكثر من 20 مليون حالة و528 الف في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات الى اكثر من 573 الف حالة حث حكم محافظات اليابان الحكومة على اعادة النظر في فرض اغلاق لاحتوى ارتفاع حالة الاصابة بفارس كورونا ووصف المحافظون الاجراءات الحالية بانها غير فعالة في مكافحة متغير دلتا شديد العدوى والذي ينتشر بسرعة في جميع انحاء البلاد نهاية الله مجاز لمزيدنا الاخبار يمكنكم دائما متابعة موقعنا على الانترنت اكسرانيوز.تفي كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستغرام كذلك يوتيوب شكرا لكم على طيب المتابعة وفي امان الله اشتركوا في القناة